بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد إذا شخص سيطرت عليه الضغوط النفسية جدا 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 سواء كان في بيته سواء كان في عمله ماذا يفعل؟ نقل عن المرحوم آية الله مير جهان الأصفهاني أنه قال من سيطرت عليه الضغوط النفسية في حياته في بيته في أسرته في عمله يقرأ الآية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين مدة سبعة أيام بعد كل صلاة فريضة يفرج الله تعالى عنه وتذهب هذه الضغوطات النفسية وتزول سواء في البيت سواء في العمل الله سبحانه وتعالى يجعل له فرجا من تلك الضغوطات جميعا جرب ولا تشك برنامج صباحات ولا إياه أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام ترجمة نانسي قنقر